فذكرنا أنه إذ وجد أن النبي قد مات وأن صاحبه الذي يعول عليه لأجل اقتناص الخلافة هو خارج المدينة المنورة في أعاليها في منطقة السنح عند زوجته خشية من أن ينتقل الناس تلقائيا إلى أهل بيت النبوة فيعز علي صلوات الله عليه ويبايعونه فتنتقل السلطة انتقالا سلسا طبيعيا هذا الأمر لم يكن يروق لعمر بن الخطاب بطبيعة الحال فاختلق مقالة صدع بها رؤوس المسلمين وأوقعهم فيها في هرج ومرج حتى يعطل هذا الانتقال لحين ما يأتي أبو بكر ابن أبي قحافة من منطقة السنح فإذا عاد إلى المدينة المنورة فإنه حين ذاك يمكن أن يقوم بدوره في اقتناص الخلافة هذا الأمر الذي وقع من عمر بن الخطاب كان سببا لإحداث البلبلة في أوساط المسلمين التي جاءت فوق مصيبتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمر كما بينا منفعلا إلى أقصى درجة وحد يتوعد كل من يزعم أن رسول الله قد مات يتوعده بالقتل زاعما أن هذه هي مقالة المنافقين وكان قد أشهر سيفه وابتدع مقالة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت وإنما قد غاب عن قومه أربعين ليلة كما غاب موسى بن عمران عليهما السلام ثم نفاجأ بأن ابن الخطاب بمجرد ما يرى ابن أبي قحافة قد عاد إلى المدينة المنورة ودخل المسجد النبوي الشريف فإنه قد هدأ هدوءا عجيبا وانقلبت نفسيته إلى مئة وثمانين درجة من قمة الانفعال وإحداث الضجة والبلبلة إلى قمة أو منتهى الهدوء والسكينة بدعوى أن أبا بكر بيّن له أو ذكره بالآية القرآنية الصريحة التي تذكر أن رسول الله سيموت كسائر البشر وهي قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم فعمرها هنا أظهر استعباطا إنجاز التعبير أنه لم يكن قد سمع بهذه الآية من قبل فقال أو إنها في كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله فبعد ذلك أظهر أنه قد آمن وأقر باستشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع أن هذه الآية لم يذكر بها عمر من قبل ابن أبي قحافة أولا وإنما ذكره بها قبل مجيء ابن أبي قحافة عمر ابن قيس ابن زائدة فإنه قام من مؤخرة المسجد كما ذكرنا أقوال المؤرخين وأصحاب السير في ذلك ونقلنا مصادره بالمجلد والصفحة قام في مؤخرة المسجد وتلا هذه الآية الكريمة لكن عمر لم يظهر التفاته إليها حين ذاك لكن بعد سويعات حينما جاء ابن أبي قحافة وتلا الآية نفسها أظهر عمر وكأنه قد سمعها للمرة الأولى مستغربا أن تكون في كتاب الله مع مع أن هذه الآية لما نزلت في موقعة أحد تقريعا للذين فروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله بين أيدي المشركين حتى كادوا أن يقتلوه أول هؤلاء الفرارين أو من أوائلهم كان عمر ربن الخطاب فلا شك أنه كان عالما بهذه الآية وهي على ذهنه دائما مستحضرا إياها لكنه أراد أن يستعبط بنحو أو بآخر إلى أن يأتي قرينه في الإجرام قرينه الإنقلابي فتكتمل حلقات أو حلقة الإنقلابيين حتى يقوموا بخطتهم الإنقلابية إن هذا الهدوء الذي أظهره عمر بمجرد أن جاء ابن أبي قحافة وعاد إلى المدينة وانقلاب عمر أو تحوله بهذه السرعة بمئة وثمانين درجة إلى الجهة الأخرى بعدما كان كما يذكر المؤرخون قد أرعد وأبرق وهدد ومضى يتكلم ويحرض الناس ويحدث البلبلة حتى زبد شدقيه أو شدقيه وهما جانباء الفم هذا الانقلاب وهذا الهدوء أو التحول المفاجئ يكشف أن لعمر دافعا آخر كامنا في نفسه من وراء إظهاره هذه المقالة التي لم يقل بها أحد من المسلمين قط وهي أن رسول الله لا يموت إن من السذاج أن يعتقد المر أن هذه المقالة التي صدرت من عمر بن الخطاب أو هذا الادعاء إنما كان سببه وقوعه في صدمة ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه سذاجة الحق أنه كان وراء الأمر ما وراءه هناك دافع آخر وهذا الدافع أقر به أعني أن هناك دافع آخر بغض النظر عما يكون أقر به المخالفون أيضا أو بعض المخالفين كابن أبي الحديد الذي استصعب الاعتقاد بأن عمر بن الخطاب لم يكن أو كان جاهلا بحتمية ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاده فحاول أن يبرر مقالة عمر بالقول إنه خشي الفتنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة